استنادا إلى وثائق مسربة من مستشار المعلوماتية السابق في وكالة الأمن القومية الأمريكية إدوارد سنودن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الوكالة المكلفة باعتراض المحادثات تتجسس على بيانات تحديد المواقع الجغرافية الموجودة على ملايين الهواتف المحمولة حول العالم وتظهر تلك المعلومات أن الوكالة قادرة على ما يبدو على تعقب الأشخاص اعتمادا على مواقع هواتفهم حتى لو كانت غير مستخدمة وهي تسجل حوالي خمسة مليارات من بيانات تحديد المواقع يوميا الهدف منها الكشف عن علاقات خفية بين أشخاص